موسيقى هط الفطر يا زي انا جبتلكت الفطر يا راوي عايز امشي من المخروب ده لا خالد موصي ان انتي ما تمشيش خالد ده كلامه يمشي عليك انتي يا مساهوكا ما يمشيش علي انا على فكرة خالد ده جوزك زي ما هو جوزي جوز كزام خلي بالك لا يسمعك ما يحصلش طيب وبعدين ليه بتقولي كده ده حتى هو بمصيني ان اخد بالي منك راوي عايزة تروحي فين انتي هنا عادة في بيتك يا راوي بيت عمك انتي عايزة من ناس تاكلوا الشنة وتقولي ان انتي سايبة بيت عمك وعيشة في بيت واحد غريب ما تربطكيش بيه اي علاقة انا حوديك وفي ستين ده يا ان شاء الله عيب عيب عليكي لما تقولي كده على اهلك وبعدين انا عايزة فاهمك حاجة الاخ اللي ماشي وراكي في كل حتة ده وفاكري نفسه موحامي شاطر وانتي مستقوية بيه صعبان علي قوي عشان ما عندوش فكرة ولا عارف ايه اللي هيجراله مفيش داعل دا كله انا خلاص مش عايزة اشوفو الشهاد بس بيها مجا كان عالطلاء حكا اللي خالد يطلقها وش مش حد يعلها مولا وهو دا اللي هي عايزة يا عمي انا كنت زدها انا كمان ما بيهمنيش الفلوس وانت عارف بس رويا في دماغي حاجة يا خالص انا خايف علي خالد ماتخفش انا عارفة كويس امتها خلي اخد بالوها فوق اتطمني عمي يا مميرا موانتي في حجم دقيقي ولا ايه لا خالص متأكدة؟ اوه طب تشرب ايه لا مرسي ايه راح فين ليلى اصلها الشكلها تتأخر طب دا انا ببسطة جدا ان هي عمضة مشور وجاية قلت هقعد انا وانتي شوية واندارت الشاب بس انا حاس ان احنا ممكن نبقى صحاب انتي عارفة لما لما تقابلي حد اول مرة وتحسينك عارفة قبل كده اتكلمت مع بعض دارتشت والحاجات تيهاني فهماني اه اه طبع انا بقى حاس معاجب كده احنا ممكن نبقى صحاب اه طبعا يعني ممكن نقرر من بعض اه طبعا ايه مالك في ايه لا ما ما فيش حاجة خلص بس هو انا بس يعني حاسن انا حاسن انا قاعدة قدامي يوسف طب انا يوسف هو انتي ما تعرفشين الاخين التوقم لما واحد فيهم بيمونت بروحوا بتبع حيارة انا مش عارفة تروح فيه لحد ما بتسكن في في اخوه اخوه العيش يعني العيش ده بيبعيش بروحين بروحوا بروح اخو اللي ماتوا يحب اللي يحبه ويكره اللي يكرهه ويعمل كل الحاجات اللي اخوك من نفسه اعملها تفهمه؟ لازم امش لازم امش لازم امش لازم امش هكذا لازم امش لازم ا consultant أنا مش موافق على اللي بيحصل ده يا عمي ما هي راوية لازم تعرف ان كل اللي كانت بتخططله مالوش نتيج ايوة انت بتتصرفي كده يعني باعتبار اني كيف على خالد ولا باعتبار ان راوية ضرتك ضرتي انا مليش ضرة يا عمي وعمري ما كان ليا ضرة وحتى لما يوسف اتجاوز ليلة كان عارف كويس ان انا عمري ما هقبل بقى رقم اتنين وعشان كده اتجاوزها بالطريقة اللي هو اتجاوزها بيها انت قوية جدا عشان صح اللي انا عايز اقوله لحضرتك انه راوية ما بقاش لها مكانة في حياة خالد خلاص عشان كده هي لازم تبعد عن حياتنا يعني ايه يعني هي لازم تعرف ان حضرتك هتديها حقها بالكامل وانه خالد هيسيبها وانه هي تقدر تبتتي حياتها براحتها بعيد عننا لكن مش بالانتقام صوفيا ايه وقاية تتغيري البيت الصح بيبقى فيه ست صح ايه اللي بتقدر تحافظ على كل حاجة يمكن لو كانت مراتي عايشة كان حاجات كتيرة لتغيرت عندك حق يا عمي عن اذنك يا عمي بالك يا صوفيا يا عمي الحان يا عمي اتفضل يا دكتور مرسيها يا دكتور مع السلامة خير قولي الحمد لله الحمد لله بس لازم نحجنا وانت قل انت عجاية بس طمينيني صوفيا حامل ايه؟ يوسف الكلام ده حقيقي حقيقي عمي انا هعمل لكو حاجة حلوة انا مبسوط قوي قوي مش عشان انت حامل لا عشان خالد انا كنت ببقى تعبان قوي لما كنت اشوفه بيبص اي طفل وهو بيقول شمعنا انا ليه؟ مع انه احسن واحد فينا انا كنت بقول يا رب انا هبقى كويس انا هزكي انا هتصدق انا هساعد اي حد محتاج مساعدة بس اشوف في عينيه الامل والحياة والسعادة كنت باسمعه بالليل وهو بيعيط وبينادي ربنا عشان ربنا يرزق الطفل بكنتش عارف اقول له ايه ولا عارف اعمله ايه كنت عارف ان روية عباه بس كنت بقول ده قادر ونصيبه انا انا دلوقتي هموت وانا مستنيح ايوة لان كده اتطمنت على خالد وبالموت هقابل يوسف موسيقى 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 اشتركوا في القناة مبروك حبيب ألف وبروك الحمد لله خالد خالد أنا كنت عايزة أقول لك حي أنا شايفة أنه بما أن ربنا كرمنا الحمد لله وهنجيب بابي خلاص ما تيجي نسيب راوية تروح لحالة يلو تراد في تعمل يا بنت المجنولة صفيا 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 ما تخفيش يا خباتي يجي حامل مين اللي حد؟ صفيا خالد كش بقول لك ليش هيف عاسبها لوحدها يا دكتور مش هقدر ليش هيف بقع استنى برا تفضل استنى برا حضرين بغاية بعدي العملية وان شاء الله خير لازم تنقذها ان شاء الله خير ما ليش دعوة لازم تنقذها اما اعتربها مستشفى دي على الفيه انت سابع ولا ان شاء الله خير ان شاء الله خير انتظرت لبعد العملية